اشتركوا في القناة اكيد ما يشتركوا في قناة اخرى اقولها بالفم المليان لان موضوع هذا مع امش واحد ما تنولوه في يوتيوب العربي في اسبانيا وقدم التوعية للناس لذلك انا غدي نتقاس معكم المعلومات اللي كنا وانتم يعني حولوا تبرتاج والوعي وعي ونسخرين اللي ما عارفينش لان لاش الموضوع هذا جبتوا دابا في القية لان الناس مقبلين غديكونوا مقبلين على شراء منازل في هاتذ ضرفية دي بحكم ان كين ازمة وكين اتمنى منخفضة عديد من المناطق اذا خلينا نشرحوا الاخطاء اللي طحوا فيها الناس هذيش حال واللي كانتسبب في الخراف ديال بيوت ديالهم ونوعيو الناس اللي بغين يشتركوا الديور دابا ويعرفوا ما لهم وما عليهم ندخلوا في الموضوع مباشرة الناس هذيش حال كانوا يشتركوا الديور بطريقة يعني كما كانتسمى ايبوتيكا بريابلي لانا مني كانتو تشريكوا واحد دار من عند البنك كيسلف لك الفلوس بكي تشريبها الدار كينا جوج ديبوزي الانتريس كينا واحد تسميتو بريابلي واحد تسميتو فيخو اغلبية ديال الناس كانوا كيختاروا بريابلي ماشي فيخو علاش لانا بريابلي في الاعتقاد ديالهم هما انكيكون اقل من فيخو ولكن الناس كانت ما كانت تعرفة واحد النهار هذيك بريابلي عيطلع للسماء هات السيستم ديال بريابلي كي كي تسمى بحد طريقة ديال بالضبط يعني ولكن بالمعنى الدقيق المدقق باللغة العربية اللي هنقول لكم ده با ونشرح لكم شن هو بالضبط باش تفهموه بزر انا هنشرح بطريقة مبسطة باش كل شي فهمني لانا الموضوع مهم بزر وموضوع كبير اذا خصنا نبسطوه باش نفهمو كل شي باش الناس اللي غادي مقبلي على الشراء ميتحوش في الموقف اللي تحو فيه الاخوان اللي كانوا شراء هذيش حال الأوريبور هو مؤشر مرجعي يتم منصره يوميا يشيره الى متوسط سعر الفائدة الذي دعي به عدد كبير من البنوك الأوروبية منح قروض قصيرة الأجل لبعضها البعض لاقتراض أطراف تاريطة أفراد أو شركات وهو معدل فائدة بين سوق البنوك شنو كنفهموه ماذا العظراء هذه كنفهموه بأن الأوريبور هو واحد المعاملة بين البنوك بالفائدة يعني أبناء كتسلف من بعضيتها البعضة يعني بنك كتسلف للبنك كيفاش مثلا البنك لبيبيوبية مثلا كتسلف لسانتندير سانتندير كتسلف لسابادل كتسلف لكخامر يعني كل الأبناء كتتعامل مبعضيتها وهذ المؤشر هذا دي الأوريبور يعني يوميا كتتطرح يتيببوا دي الأنترس لي غنسلفو به مثلا ببيبيوبية سلفت لسانتندير مثلا ماقولوا شي رقم مثلا مليون دلأورو باش صانتندير ترجعو مثلا من بعد شهرين بتيبود أنترس واحد في المياه .أعطا عثget مليون دلف الأورو قادر اري frustrating 100 مليون دفعون وزيد عليها 10,000 أورواما . .البانكو س Utanderها التسيلف صاعد المليون دلف أورو ، وقالว่ال رجاع لي من ف Об HWD شهور وإ Ginsburg 1% اترجع لي مثلا اذيك عصرات المليون الأورو زائد 100 ألف أورو فوق منها هذا هو المعاملة اللي كتسمى ما بين الأبنك تسمى ذك الأرباح اللي زيدة فوق ذك العدد اللي اعطاك هذا هو الأوريبور دب شنو كيوقع دب انتشاري الدار معند البيبيوبيا مثلا انتشاري الدار انت تفهمتي موحد السين وحد الدار كتدير مثلا مية مليون تفهمتي معه مثلا مية مليون سافي بغيت تتريع مش عند البنك بشي تعند البنك البيبيوبيا سافتي معندو مية مليون باش تخلص دكسيد مولدار البنك هو اللي كي يخلص لك دكسيد انتكت قد تخلص واحد إبوتيكا نقولهم حنا باش نقوله مثلا نكتخلص واحد إبوتيكا دي لتلتين مائد الأورو وكي يقول لك هو البنكو يعني واش بغيتي بريابلي ولا فيخة وكي بقى يصرح لك يقولك بريابلي اتقام تلتين مائد الأورو فيخة عاجيك تلتمية وثمانين دي الأورو وانتك تقول لا أنا بغيت بريابلي حتى ما دي لها ناقص المشكلة تطرحوا في عدد دي كبير دي لنا شنهو وانك دي كتبو دي لأوريبور قاك يطلع يعني المايور يعني ماسألتو دي لها إسطوريا كما يقول لها يعني الانتريس الأكبر في تاريخ إسبانيا وصل خمسة فصيلة تلتمية وثلات وتسعين في المائة الفين وثمانية الفين وثمانية كانت هي السنة دي الخراب لبيوت تعديد من الناس لأن الانتريس دي لها دي كبير دي لها ديك الأوريبور وصل 5.393 في المائة الحاجة اللي ما كانش بزاف دي الناس كي انتظروها أنا شنها عادتو قاع في الوقت اللي كانوا شراؤ في حد وقت بواحد فصيلة خمسا في المائة او لا واحد فصيلة خمسا وثمانية في المائة ما كانواش كيتوقعوا ديك الانفجار او دي الانتريس علش كي وقعت شي هذا؟ علش هد الانتريس كي طلع بحلقة بين الفينة وبينا وبينا الليلة وضوحها كيف يحدث؟ أن الأبنك تسلف الفلوس بعد ذلك مثلا البنك بيبيا وبيا الذي يشتري معه الدار هو الذي يعطيك الفلوس وحد النهار يوقف على البنك السابادة لسلف له الفلوس سلف له عصرات المليون ب 1% المرة يوقف عليه سلف الفلوس سلف له عصرات المليون أورو واحدة أخرى مرة أخرى يوقف ثلاثة فلمية بشحل ما زاد عليه يزيد عليك في الإيبوتيكة بشحل ما تسلف الفلوس من البنك أخرى يزيد عليك إنتائي سلف 1% أنت تخلص 1% سلف الفلوس بجر في المئة أنت تخرجه في المئة سلف الفلوس 3% أنت تخلص 3% دائما بشحل ما تسلف أنت تخلص وعليش يوقع هذا الشيء هذا يزاد لأنه يكون طالب على الفلوس أكثر من طالب يكون الفلوس بغية تسلف بتشرية الدار بمعنى بسيط مثلا عندي مليون الأورو عندي مليون الأورو كنسلفها للناس اللي بغى شي حاجة كنسلفها له جاء عندي محمد قال لي خي كريم سلفني 1% 10 ألف ديال الأورو ونرجع عليك من دابة شهر كنقول له هكذا 10 ألف الأورو ومن دابة شهر ترجع لي 10 ألف الأورو و1000 أورو من فوق من هذه الرباح ديالي واخا بقيت غالصة ما جاءتش واحد أخر يسلف من عندي داس واحد المداعات جاء واحد أخر مثلا جاء عبد الرحيم سلف من عندي أو تاني 10 ألف الأورو ورد لي 1000 يعني مداع قضية راقدة ما كيش ناس كيبغوا يسلفوا واحد لو قيتها ولو بزاف الناس كيجيوا واحد بقى 10 ألف واحد بقى 20 ألف واحد بقى 100 ألف بزاف الناس يقوموا ينضأوا يعني بزاف الناس طلبون اي ناس كنو يقدير في القول كان تطلب 1% حيث مكنش السلف مكنش الناس ليسلفوا في مني شفت الناس بزاف كي تسلفوا مني القادية ناشطاع والتي كانت طلع عن جوش في المئة شوية ثلاثة في المئة شوية 4 في المئة شوية خمسة في المئة لاشي لانا الناس طالبين للفلوس اللي عندي كل شي باغي يسلف من عندي إذن أنا أنفخ الصوفة دي سنزيد على الناس لأن كل شي بغي إذن أنا ونزيد الناس قادرين أنهم مرزوا يجعوني لك شي اللي يبغي يعني عواد ما كنت نسلف عصر ألف أورو باش ترجعوني مثلا 11 ألف أورو وليت نسلف عصر ألف وقلهم رجعوني 13 ألف أورو أو 14 ألف أورو أو 15 ألف أورو يعني وليت نزيد على الناس هذا هو اللي كيوقع يعني البنكة اللي مثلا كيولي الطالب كتير أن تسلف الفلوس كتسلف الفلوس للناس من هي كتسلف الفلوس ما عنده واحد أخر مادم أن هي كتسلف الفلوس بطريقة متواترة باش تشري للناس ديور بطريقة عاوتيين متواترة يعني بزاف الناس كيين طالب للديور إذن هذك البنكة اللي مس كيسلف للبنكة ديالك بقى كيزدله في الأنثار كيزد عليها هي زد عليها ونت زدت عليك فمن يزدت عليك انت وكيزدد فلو تفهمتي معها مثلا واحد إبوتيكا ديالمائتين نقول ديالمائة مليون على حساب أنا كتخلص مثلا واحد مئتين وخمسين ديالأورو بين عشية وضحاها والتي كتخلص حتى المربعمية أو خمسمائة الأورو الناس كانوا يشتري مثلا الضرب مئتين ألف أورو ولو كيخلصوا بين عشية وضحا كانوا كيخلصوا سمية أو سمية وخمسين ولو كيخلصوا ألف تلتمية هنا في الناس الدبحات وانهازمات ورجعت السورة للبنكة بحل يخدث أول مرة يعني بحل يبح مشا كل شي هذا هو الخطأ الفادح اللي تحفظه الكثير من العائلات أنهم كانوا يشتري الدار بوتيكا بريابلي اللي كانت خدموه بالأوريبور اللي كانت بشير حسب أنتيريس وطم مرة طالع مرة هو ودائما في أكبر أحوال كان طالع السفرة كما يقولوا الرقم الإيبوتيكا المصباخ للاي ستوريا الفين وتسعتاش هو الانتيريس مصباخو دي لاي ستوريا دي اسبانيا كان في الفين وتسعتاشين الفين وتسعتاشين الفين وتسمنية كان المصالطو الأكبر والفين وتسعتاش كان الأقل سيف فصلة ثمية ستوريا ستوريا يعني فرق كبير علش لأن نحن كنعيش واحد الأزمة كبيرة اللي هي أزمة صحية أزمة ديال الوباء اللي سبت أزمة اقتصادية مكينش طلب مكينش الناس ما كينش يعني الباردة يعني الناس الطلب على ولا أي كريديت سواء ديال عنده علاقة بالديور ولا بشري الطنوبيل ولا بشري أي حاجة مكينش طلب مكينش طلب إذا البنكة مستف عليه كي هبط الأنتيريس بركي مكينش طلب كل ما كيكون طلب كتر كل ما كيكون الأنتيريس كتر وما كيكون الأنتيريس كتر كي تزد عليك انتا كتر ونك تتاكل إذن إنسان باش يتفادى هاد النقطة باش اللي يطحوا فيها الناس اللي ولا ما يطحوش فيها دبا أحسن اختيار هو أنك تشري تدار طريقة كما كيقولو إبوتيكا فيخا لأن إبوتيكا فيخا ما عنداش عارقة بالأوريبور كتحييض عليك الأوريبور كتخلص فقط ذلك التامري تفهمت عليه على واحد لمدة معينة شريتي تدار 100 مليون ويتخلص فيها 300 أورو لمدة 20 سنة كتبقى أحسن هو أن الإنسان يشري طريقة كتسمة إبوتيكا فيخا هادي الناس اللي يبغي يشرو إبوتيكا بريابلي انسوها وخا ما يغويكم شي دبا الوقت لأن دبا الماس باخد لها إستوريا الأوريبور طايح مرة وخمزين ولكن هاد شي ما كيعنيش أن ما غدش يطلع وحد نهار ممكن من بعد 30 سنين أو 40 أو 5 سنين يطلع وثاني واحد طلع اللي ما يقدرش يهوض وانت هنا فإن غادي تقدر تزرف كما تزرفه اللوالا إذا باش تفادى المشكل اللي يقع فيها اللوالا أنصحك إلا كنت يبغي تشري الدار معانت البنكة سواء باش تخلص دار أو لا تنوبي اللي بغتي هو أنصحك بإبوتيكا فيخا إبوتيكا فيخا راح أصلا أصلا إبوتيكا فيخ راح التعامل بحل التعامل ديال البنكة الإسلامية كيفاش دبالناس اللي قاتشري مثلا الدار عند البنكة الإسلامية مثلا في البلاد البنكة بإسلامية كيفاش تخدم البنكة إسلامية كتشبر وحد دار انت قلب عندي واحد دار كالصواء 30 مليون 2 естеنياتي تشري عن البنكة يقول 30 مليون اعترض آbnb س бер you 20 سنة ما تطلع مكتهود. ايه الطريقة اللي قطمو بي الأبنك الإسلامية? ايدا إبوتيكا فيخة رهماس ومينوس نفس الطريقة اللي قطمو بي الأبنك الإسلامية. تسد ضرب حتامان وقد تخلص حتامان فكس دي الأنترس ما كتطلع مكتهود هاداك هو الخلاص دي لهم همايا. ايدا كندن أحسن طريقة وأسلم طريقة وأقرب للحلال هي إبوتيكا فيخة. كنتمنى أن الموضوع تكون استفت منه وللا استفت منه ما تبخلوش شعري باللايك والبرتاج نشطر الوعي لأن الوعي مهم يفضل فيه الناس بزنف معرفين شهد المسائلات تحية لكم محبين قناة كاريم كسري بغيت تضع أكثر وبغيت نزيد نوضحكم أكثر في الموضوع عادة أو نزيد بموضوع آخر باش الناس تزيد توعى أكثر أنا هنا باش نتعاون معكم في هذا الباب هذا دائما نساهم في ناصر الوعي والإفادة تحية لكم محبين قناة كاريم كسري شكرا على مشاهدة حتى الوديو القديم شكرا على محبين قناة لبركاته